رسالة من الأخ العزيز الأستاذ الفاضل أبي رقية من العراق من كربلا وأعتذر عن تأخري في الإجابة لأن الرسالة قد وصلتني قبل مدة مديدة السائل يقول لدينا متفنان أحدهما سرداب في وادي السلام والآخر مقبرة في وادي كربلا يقول لدينا لداء الأسرة لداء العائلة لدينا متفنان أحدهما سرداب في وادي السلام في وادي السلام في النجف مقبرة النجف هي التي تعرف بمقبرة وادي السلام لدينا متفنان أحدهما سرداب في وادي السلام والآخر مقبرة في وادي كربلا وقد انتابني شك في صحة الدفن في السرداب وقد انتابني شك في صحة الدفن في السرداب رغم معرفتي بفضل الدفن في وادي السلام بينما لا يعتريني الشك وقد انتابني شك في صحة الدفن في كربلا كونه قبرا وفيه لحد كما هو معروف وأردت معرفة رأي سادة آل محمد في صحة الدفن في السرديب كي أوصي بالدفن في أحد الموضعين سؤال مهم ربما يريد كثيرون أن يعرفوا جوابه في مقبرة النجف هناك دفن في السرديب وهذا أمر يعرفه النجفيون ويعرفه كثير من الشيعة هناك طريقة دفن في السرديب وهناك طريقة الدفن المعروفة أن يفتح القبر وأن يشق اللحد إنها الطريقة المعروفة يجب دفن الميت هذا الأمر واضح وبديهي فإذا مات الإنسان يجب دفنه هناك إجراءات هناك طقوس سنن الحديث خارج عن هذه التفاصيل إذا مات الإنسان يجب شرعا يجب شرعا دفنه الدفن المروي والمشروع والممدوح والذي جاءنا عن أئمتنا المعصومين هو أن يحفر القبر بطريقة المعروفة وأن يكون هناك لحد والروايات تحدثنا عن أن مساحة اللحد تكون بحدود المكان الذي يستطيع أن يجلس فيه إنسان على سبيل المثال إذا افترضنا أن الميت سيستيقظ وهو في القبر فإن اللحد يكفيه للجلوس فيه هذا هو الذي ورد في أحاديث العترة وهذا هو الدفن الشرعي المسنون الممدوح المستحب هكذا يجب أن يكون الدفن في السراديب لم يرد عن الأئمة صلوات الله عليه لكن هل يحرم الدفن في السراديب لا يحرم الدفن في السراديب لأن الواجب يجب دفن الميت إكراما له ستراً للعيوب التي ستظهر من بعد موته من رائحة من تفسخ للجثة إلى غير ذلك ولذا فإن إكراما الميت التعجيل في دفنه لستر عيوبه وهذا هو إكرامه الدفن واجب لكن الدفن بالطريقة التي يريد الأئمة من أن نعمل بها ما ذكرته لكم قبل قليل هو الحفر باتجاه القبلة الحديث عن سمت الكعبة باتجاه القبلة ويضاف إلى الحفر هناك اللحد والذي يكون بهذه المساحة بمساحة ما لو أن شخصا أراد أن يجلس في ذلك اللحد يستطيع أن يجلس فيه هذا هو الوارد في الروايات والأحاديث عن العترة الطاهرة أما الدفن في السراديب فهذا الدفن لم يرد في رواياتنا وأحاديثنا هل يحرم الدفن لا يحرم الدفن لكنه ليس بالدفن الذي يريده الأئمة صلوات الله عليهم ويترتب على هذا إذا كان الدفن ليس بالطريقة التي وردت عن الأئمة فإن هذا سيؤذي الميت قطعا سيؤذي الميت أنا لا أتحدث عن الجثة هناك ارتباط فيما بين القبر الترابي وما بين روح الميت فروح الميت ليست موجودة في القبر الترابي روح الميت في عالم القبر وهو عالم معنوي وسيع فسيح يطول الكلام بخصوصه الحلقة ليست معدة للحديث عن هذا الموضوع بإمكانكم أن تعودوا إلى برنامج دليل المسافر برنامج واسع مفصل قدمته على هذه الشاشة موجود على الشبكة العنكبوتية إذا أردتم الإطلاع على ما جاء في ثقافة العترة الطاهرة بخصوص عالم القبر فعودوا إلى ذلك البرنامج المفصل خلاصة الكلام بحسب ما جاء في سؤال السائل في الرسالة فإن الدفن بطريقة القبر واللحد هو هذا الذي ورد عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعي نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر